زي ما تعودنا قبل كده ان المتوحد فكرة بيعمل التجربة ويورى حضرتك النتيجة انا كنت على البس المباشر وبنتكلم عن سلبيات الفيديوهات القصيرة مرة واحدة ضربت فراسي الناس اسأل حضرتك ايه رأيك عام الفيديو قصير ووريك احصائيات الارباح في الفيديوهات القصيرة خد بالحضرتك الارباح يعني ايه يعني كلامي في الفيديو ده عن الفيديوهات القصيرة خاص بس بالارباح في يوم 15 اربعة كنت عامل بس مباشر وانا في البس عملت فيديو قصير ونزلته نزل على القناة في نفس اليوم اللي نزل فيه البس لكن المفاجئة كانت مختلفة الفيديو ده جاب لي الفين مشاهدة عايزين نشوف بقى الارباح عايز اقول لحضرتك ان الفيديو اللي انا نزلت فيه البس المباشر ظهرت ارباحه قدام حضرتك هوا يوم 15 ظهر ارباحه بشكل عادي خاص على القناة والفيديو اللي بعد الفيديو القصير اللي هو ايه الجديد في اليوتيوب برضو ظهرت ارباحه بشكل عادي خاص والفيديو اللي بعد اللي بعده اللي هو كان بيتكلم عن مش لازم يكون معاك استوديو ابو فلا ظهرت ارباحه يعني الارباح دي كلها ظهرت ولكن الفيديو القصير لم تظهر ارباحه الى الان بعد مرور 3 ايام لسه الارباح صفر ولسه لم تتم معالجة اي ارباح والموضوع ده حيفضل بشكل مستمر وممكن يجيلي قدام واحد سنت او واحد من مية سنت او ممكن يجيلي عشرة سنت بالكتير قوي 30 سنت من الفين مشاهدة لو جينا بصينا مع بعض انا عارفة كنت بتقولي تب تعالى عالنظر العام يا متوحد يا فكرة وشوف ما انتهينا خلاص للشورتز واحنا عارفين الشورتز ما بتتعشر سعر الارب ايام وكده كده انت مش هتاخد ارباح من الشورتز ما تعملش نفسك فهلاوي طيب في حاجة اسمها مستوى الوصول الى الجمهور فمستوى الوصول الى الجمهور بيوضح لحضرتك هنا ان 50% جات من ميزات التصفح و 17% جات من صفحات القناة و 4.5% جات من مقترحة و 1.5% جات من بحس اليوتيوب واخرى واللي جابس من خلاصات الشورتز 29.2% مصادر زيارات يعني لو 2000 حيبقى جيلي مثلا في حدود 20% من 2000 يعني 200 مشاهدة او 200 مشاهدة تقريبا بعيدة ولا قريبة؟ من عايز افهم. هوا بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة ليه بعيدة؟ لان النسبة الاكبر التمين في المية اكبر او 70% ال NAكبر المية صح او 70% او 70% ال اكبر جاية من ميزات التصفح وصفحات القناة سبعين في المية اين ارباحهم فين ارباحهم انا عايز اشوف ارباحهم فين ارباحهم صفر 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 شايفك وانت بتقول لي طب ما تيجي على الارب ايه مضغط عليه كده يا متوحد الفكرة وبقول لحضرتك هنا ان يشير اجمالي عدد المشاهد ايه كل مشاهدات بما في ذلك تلك اللي لم تحقق به ولا يشمل هذا العدد المشاهدات التي تم تحقيقها في مشغل فيديوهات الشورتز طب ماشي انزل كده هو قصده هنا في ايه في خلاصة الشورتز طيب ده خلاصة الشورتز التانيين فين يا جماعة مداد التصفح فين اعمل عرض المزيد وابدأ اشوف كده مع بعض اشوف دي كم مشاهدة معلش تعالى مداد التصفح عدد المشاهدات تسعمائة وسبعة فين عدد خلاصة الشورتز او خمسمية مش متين كمان خمسمية اتنو وسبعين صفحات القناة تلتمية سبعة وتلاتين الفيديوهات المقترحة تمانية وتمانين بحس اليوتيوب خمستاشر ولا تلاتين معنى كده ان انا جبت خمسمية اتنين وسبعين من الشورتز بس فين ارباح الباقي مفيش ارباح مفيش ارباح انت شايف ان في ايجابيات من وجهة نظرك الشخصية كم الفيديوهات قصيرة ولكن انا لما باجي اعمل تجربة بجرر في تجربة المتوحد فكرة وقناة المتوحد فكرة فلازم حضرتك لما تيجي تجرب تجرب زي المتوحد فكرة على قناتك وتشوف الايجابييات والسلبيات حقول حضرتك حاجه وتفاهمها السكينه لها ايجابياتها وليها سلبياتها حضرتك ممكن تعمل بيها اجل ممكن تستخدمها استخدام غير قدامي فلازم تفهم ان كل حاجه لها ايجابيات والسلبيات لو انا هكمل في الفيديوهات القصيرة لازم اعرف سلبيتها ولانا مش هكمل في الفيديوهات القصيرة فانا كده الايجابيات مش جايبة همها معي فمش هتكمل طب انت كمتواحد فكرة هتكمل ولا مش هتكمل من وجهة نظرك الشخصية السبع مشتركين والستاشر ساعة اللي ما تحسبوش والالفين مشاهدة يستهلوا ان انا كمل من الفيديوهات القصيرة انا بشكل طبيعي لو واحد عائل هقول لك لأ لكن البعض من حضراتكم بيقول انا حعمل الفيديوهات قصيرة وحشتغل على القناة واتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن اهم عوامل نجاح الفيديوهات القصيرة وده عمره في حياته ما حينجح على قناة المتواحد فكرة لان القناة محتمدة بشكل مستمر على الفيديوهات في العرض اتمنى تفهم الكلام ده لان الكلام ده حيفرق جدا معاك وحيوضح لك تفاصيل مهمة في قناتك قبل ما تقول اه او لا اشوف احصائيات قناتك قبل ما تقول مش هكمل في الفيديوهات القصيرة ادخل وشوف احصائيات الفيديوهات القصيرة يختلف من قناة المتواحد فكرة ايوة يختلف علشان كده هتلاقي واحد بقولك كمل في الفتاتة قصيرة واحد بقولك ما تكملش في الفتاتة قصيرة واحد بقول لحضرتك شوف واحد بقولك لأ انت اسمع من هنا واسمع من هنا والتجربة خاصة تجربة بيك لازم تتجربها في قناتك وتبدأت تشوف هل التجربة دي جابت همها معك ولا لأ لو ما جابتش ما تكملش فاهمني بالتوفيق لأجميع وديكت إحصائيات قناة المتوحد فكرة في الفتاتة قصيرة التجربة التي لن نكررها مرة أخرى على الإطلاق ليه؟ أنا قلتلك في البس المباشر أنا متأكد ان هي حتقل لأرب ايم ومتأكد ان هي حتوقع على القناة وما ما بتزودش في الفيديوات المقترح وبتعمل وتعمل بدليل ان الفيديوات المقترح حيانا في المستوى الوصول بص كم؟ الرابع الرابع بعد صفعات القضاء كبير الرابع فأنا مش محتاجي ان انا اجرب التجربة دي كانت بصراحة يعني التجربة كانت بالنسبة لي فشلة وقدت الى فشل انا في الفيديوات القصيرة وانا مش عايز اقرار التجربة دي تاني في قناة المتوحد فكرة انا حبيت اوضح لك وجهة نظر الشخصية من الفيديوات القصيرة لكو جميعا لكل بس عايز اقول له حضرتك حاجة مهمة جدا لا يسمي التجربة دي تمر على قناة ولازم تشوف هل حضرتك حتكمل ولا لا هل انت جايبها همها معاك ولا لا ممكن يجيب لك فيديو واحد يجيب لك 20 الف مشترك ولا 30 الف مشترك ممكن ليه لا في فيديوات بيجي من مشتركين كتيرا بس ابدأ اعرف ايه هي الحوامل اللي بتؤدي الى نجاح الفيديوات القصيرة وابدأ اشوف هو هدفك ايميلي اليوتيوب انا هدف على اليوتيوب ربحي علشان كده فيديوات القصيرة مش جاية مع هدفي هدفها غير هدفي هي هدفها انتشار ولا هدف ارباح تابع بس ومشيش بيتشلك ولكن ديه قعدة جماهيرية وانت كمان لازم تفهم ان دول قعدة جماهيرية مش لازم يكون مشترك ولا عدد كبير في unos مش مشتركينك ممكن يجي لك ناس بيتفرج عليك من غير ما يكونوا مشتركين في القناة فلا وانت مش مشترك في القناة اشترك في قناة المتواحد فكرة لان هي حتفيدك مية في المية شكرا للجميع معاكم اخوكم المتواحد فكرة اللايك الجميل والكومنت الايجابي للسلامة وربنا معاكم وتمنى تطرح لي تجربتك في التعليقات ايه اللي حصل في الفيديوهات القصيرة من لوقت نظرك لما غربتها على قناتك هل حسب ارباح وهل ارباح مجزية هل انت اكسبت منها مبالغ ولا مكسبتش بعيدة عن المكافئات لان المكافئات هعمل لها فيديو خاص بها للمكافئة غير الربح المكافئة حاجة والربح حاجة انتظر الفيديو اللي جاي بالتوفيق لجميع